موسيقى أهلا بكم من جديد يعني استضفتنا الأخيرة رح نحكي عن تنمية الوعي السياسي لداء الشباب على مدار العقدين الأخيرين تنبه الأكاديميون والتربويون إلى الثقافة الشائعة وتدني مستوى الوعي السياسي لداء الطلب الجامعيين على أثر إخفاق الأيديولوجيات الرئيسية خصوصا فيما يتعلق بالقومية واليسارية وتراجع تأثيرها والاشتباك معها في الحياة العامة إضافة إلى أسباب سياسية ومحلية ساهمت في هذا التراجع على أثره صدر كتاب تنمية الوعي السياسي في الجامعات لمناقشة محتوى الكتاب يشرفنا أن يكون معنا الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور حسين لعموش صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير لك أختي الكريمة والأخوة جميع الأخوة المشاهدين ولقناتك هاي المتميزة شكرا لك دكتور دكتور يعني هناك أهمية للوعي السياسي عند الشباب وعم بتحس إنه هل الشباب أصبح عندهم وعي يعني مبين واضح خلال الفترة الأخيرة هناك أصبح وعي أكثر عند الشباب فتحكي لنا عن أهمية الوعي السياسي شكرا الحقيقة يعني الوعي يتشكل نتيجة الظروف المحيطة به لذلك يعني بتلاحظة الأيام هاي احنا في قضية مهمة اللي هي قضية إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل أو الكيان الصهيوني خلال نسميه بالوعان الشعبي وشوفي قديش الآن الشباب أنا حضرت مسيرة الأردنية وكيف كان الشباب منطلقين ويتحدثوا عن قضايا قومية وقضايا وطنية وقضايا تمس يعني يعني الرأي العام لذلك القضايا هي اللي بتوحد الشباب يعني إذا بتلاحظي أنه أو قرأتي أو طلعت سابقا من خلال والدك من خلال الناس اللي عايشوا فترة السبعينات والثمانينات توحد الأمة العربية على قضية مركزية قضية فلسطينية صحيح الآن توحد العرب والمسلمين على قضية القدس صحيح بخلق ناعي يعني مدام ما احنا بنربط الموضوعين ببعض بنحكي عن أنه الآن الوعي الموجود الآن عند الشباب هو وعي مجتمعي يمس حياتهم اليومية صحيح يعني ما بتخلوا كل مواقع التواصل الاجتماعي والواتس أب وانستجرام وتويتر من الحديث عن موضوع القدس لذلك هذا الموضوع بظل هو يعني المظلة اللي بيحكوا عنها شاب ولذلك صحيح اللي بخلق الوعي هو الظرف اللي موجود فيه الشباب والآن الظرف مواتي لواعي سياسي متقدم وخاصة أنه أنا حتى حتى يعني لأول مرة يعني بلاحظ أنه حتى حكوماتنا يعني بتركز على هذا الجانب صحيح لأنه أصلا حكومة يعني أي حكومة بهمها تتعامل مع شعب وعي يعني من أحسن تتعامل مع شعب وعي يتلقى التعليمات لا يناقش طويلا بهذه التعليمات ينفذها بقناعة وهذا الوعي بخلق أريحية في تعامل حكومات مع شعوبها صحيح يعني في مسلح الحكومة صحيح يعني ما عادت الأمور سابق يعني كما هو ما أخذ الفكرة سابقا صحيح أنه الوعي يولد مشكلة بين السلطة السياسية بالعكس أو بين الشعب لا الحقيقة أنه الوعي بخلق نوع من التناغم ونوع من العمل الجاد ونوع من العمل الوطني لأنه إحنا الآن قضية القدس مثلا بتلاحظي فيه تناغم شديد بين الشعب وسلطة السياسية وهذا الأمر يعني مريح للسلطة السياسية في تعاملها مع الشعب من ناحية أنه يعني يعني ما رح تغلب يشوف المسئلات اللي صارت مئات الألاف خرج من الأردنيين يوم الجمعة ولم يعني يكسر زجاج السيارة واحدة صحيح هذا يعني أثبت وكان يعني جد يعني نقطة للشباب قداشهم معين أو الأشخاص حتى اللي شاركوا بهذه المظاهرات وأيضا كمان دكتور بتحس عم بيرجعوا للقامات السياسية مثل وصف التل والزاع المجالي وأقوال المغفور له والملك حسين بتحس أنه بلجوا حتى يرجعوا للقديم اللي خصا الشباب الجيل هلأ ما عايشوا هذه الأمور عم برجعوا بتوعوا وبينقشوك بهذه الأمور نعم صحيح يعني بتحس أنه حتى يعني أصبحوا يبحثوا بالتاريخ السياسي بالأردن الحقيقة زي ما حكيت لك في البداية أنه فعلا القضايا السياسية والقضايا الوطنية والقومية والإسلامية بتوحد الشباب نعم ويعني إحنا مرينا في الأمانة يعني فترة ركود يعني فترة سيطر فيها التقليد الأعمال الغرب وهذا التقليد الأعمال انعكس على ملابسنا وعلى قصات الشعر وعلى انبهارنا بالنجوم الغرب من نجوم الرياضة نجوم الفن نجوم السينما ولذلك بتلاقي الشباب يعني يعيش في حالة توهان في كتابي احنا حاولت يعني ادخل إلى عصب القضية بأنه احنا فعلنا في جامعات في جامعاتنا يعني هي أصلا كتابي هو رسالة دكتورة يعني حولت إلى كتاب يعني عملت منه كتاب طبعا طورت عليه وعملت في شي حدثته بأنه الرسالة كانت في 2011 المقصود أنه احنا بهمنا يكون في وعي سياسي بالجامعات الأردنية وانا اتحدث عن الجامعات الأردنية تحدث عن النسبة الغالبة من الشباب الموجودين بالجامعات تتحدث عن مئات الألاف من الشباب الموجودين بالجامعات الحقيقة أنه تنبه السلطة السياسية الآن في هذه القاونة بلاحظ أنه في تنبه إلى وجود إلى الوضع الوعي السياسي اهتمام أكثر لأنه زي ما حكينا فيه مصلحة للسلطة السياسية فيه تعاملها مع الوعي السياسي يعني بهم لا يكون الشعب وعي سياسيا حتى تجد التعامل معها بأريحية أكثر الدكتور بتلاحظ أن هناك فروقات بين الشاب الواعي سياسيا وغير الواعي حتى بأسلوب طرحه بالأمور التي يناقش بها الشخص الذي أمامه كل الشباب مش مثلا باحث سياسي أو دارس مثلا علوم سياسي ولكن ممكن يلاحظ حاليا أن الشباب عم لا أنا بدي أبحث بالأمور السياسية حتى لو كان مرور الكرام أو يعرف بشكل عام عن السياسة صحيح يعني هي السياسة داخلة في حياتنا كلها علاقتك مع والدك سياسة صحيح علاقتي مع زوجتي سياسة علاقتي مع ابنائي سياسة يعني سياسة وأن كانت سياسة اجتماعية صحيح الحقيقة أنه يعني بتلاحظي أنه يعني الشاب اللي عنده وعي سياسي أو الطالب اللي عنده وعي سياسي طريقة طرحه مختلفة عن شخص آخر ليس لديه اهتمام بهذا الجانب صحيح بتلاحظي أنه طريقة تعامله مع القضايا حتى الطلابية والأكاديمية وحتى تعامله مع مدرسه تعامله في البيت يعني يقيس الأمور بميزان أكثر وعي وبالتالي هو يتعامل يعني العمق الفكري عنده بنعكس على أداه وهذا شيء ضبيع يعني نحن تعلمنا أنه أنه الأطفال الطفل الواعي لما يدور حوله تعامله أفضل من الطفل الذي مغيب أو الذي يشتغل باتجاه واحد باتجاه بلاي ستيشن مثلا وهناك دراسات حديثة نفسية واجتماعية تتحدث عن توجيه وجبات من الوعي السياسي ومن الثقافة السياسية للأطفال بالعكس بداية تشكل الوعي عند الطفل هي بالفئة الأمورية بين الستة إلى عشر سنوات والتالي واحد بيقول لك طيب كيف بدك توجه له ثقافة السياسية في معلومة تغيب عن أدهان الكثيرين بأن الطفل في هذا العمر في غاية الذكاء وهو خامة بيضاء لذلك يعني ما يكتب أو ما يقل له يا إحسن الآن تعقد ورش عمل في الدول الغربية المتقدمة في هذا الجانب بأنه إحنا أحسن فترة نوجه فيها الثقافة السياسية للطفل أو للشاب هي فترة من ستة إلى عشر سنوات هاي الفترة اللي بتتفتح مداركو واللي هو بيقرر فيها يكون سياسي يعني هو هو في حالة تقرير يعني اللحظة هلا مثلا بالدراسات الاجتماعية والنفسية للأطفال بيقول لك بتلاقي الطفل مثلا بخمس سنوات شو بتكسيره بطيار بعدين بسيك برسيك 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 طبيب يعني بتتوزت يعني هو يفكر بالتجاوة لأنه بيطير يعني لما يكون أمره أربع خمس سنوات يفكر كيف يكون هو في حالة طيران بيقول لك أنا بدي أصير طيار بينما لما تتوسع مداركو شوي بثمان سنوات سنوات ببدي أصير طبيب ليش؟ بيشوف الطبيب مكان تبو المجتمع متقدمة بيشوف الطبيب الناس تحترموا لما ييجي بيشوف المهندس بيقول لك المهندس ليش؟ بدي أو يتمثل شخص خاله أو أبوه أو أمه أو الناس المحيطين فيه فهذه الفترة يعني وأنا هذا الكلام إن شاء الله رح قدمه كورقة عمل معالي وزير التربية أن يكون فيه يعني عمل أو شغل على هذه الفئة لأنه إحنا قدرنا يعني كأوردنيين وهذا الشيء يعني طبعا إحنا نأخذه امتداد لقيادتنا السياسية لأنه إحنا قادتنا السياسيين يعني من نشأة المملكة ومن تأسيسها يعني عندهم الرغبة ليتعاملوا مع شعب واعي بعكس قادة آخرين يعني يحب أن يتعاملوا مع شعب يعني للأسف يعني بحكي عن شعب عربية غير متعلمة أو شعب أو غير واعية بما يدخلهم غير واعية أو شعب أمية يعني يعني ما الذي يمنع دول يعني لديها المال وليديها القدرة التنفسية في مجال التعليم أن تؤسس مئات الجامعات بأحدث الطرق وتعلم أبنائها بس كان تفكيرهم دائما الحكام العرب اللي بحكي عنه أنا ما بسمي دولة معينة بس بحكي عن حالات حالات أنه هذا الشعب بكرة بس يصير متعلم ومثقف بدي يطالب بحقوق صح وما بدي يعرف حقوقه بعكس فكر الهاشمي صحيح ويعني في دراسات كتبوها زملاء في مجال يعني كيف يفكر الهاشميين لأبنائهم أو كيف يفكر لشعبهم يعني من مرحلة الملك حسين وما سبقه ومرحلة الملك عبد الله امتداد لجلالة الملك حسين مغفور الله يفكروا بأن يكون لديهم شعب واعي وشعب مثقف حتى يسر التعامل معه رغم أنهم يعلموا أن هذا الشعب يطالب بالديمقراطية ويطالب بالحقوق ويطالب بالعادل ومساواة وسيطة القانون وبالتالي التعامل معه بيكون أسهل هذا الدكتور إذا كان مش واعي سياسيا ما بيعرف يطالب بالديمقراطية الدمقراطية يعني ممكن أي حدا يطبقها بأشكال مختلفة فإذا كنت أنت متمكن سياسيا وواعي سياسيا ممكن تطبقها بشكل حضاري ولائق لا ينهي حرية أو دمقراطية شخص آخر بأثناء كتابك لهذا الكتاب ما هي أسباب تراجع الوع السياسي عند الشباب في هذه المرحلة أو المرحلة الماضية سبق وحكينا في بداية الحديث أن القضايا هي التي توحد الشباب في فترة المد القومي والمد اليساري وفي فترة المد الإسلامي كان هناك قضية مركزية الناس اللي نظروا لها بعمق اللي هي القضايا الفلسطينية ممكن تشتيت القضايا هذه الآن يعني بعد توقيت فاقية وادي عربة والتوقيت فاقية أوسلو يعني خفت النظرة للقضايا الفلسطينية وصار الشباب يعني نظرتهم للقضايا القومية والإسلامية أقل حد وبالتالي صار توجههم وانبهارهم بالحضارة الغربية وهي الحضارة الغربية سواء كانت الحضارة الغربية الرئيس مالية أو الحضارة الاشتراكية صارت نظرتهم بأنه يعني شوف كيف الديمقراطية وسيرك يضربو لك أمثلة كيف أن شخص انتقد مثلا الرئيس الأمريكي بقوة وكيف أنه وبالتالي يعني إذا بنروع الجانب السياسي على الجانب الشكلي من ديمقراطية وتأثرهم صار يتأثروا باللباس بقصات الشعار صار يتأثروا بقضايا شكلية يعني هم أخذوا تركوا الجوهر تأثرهم بالجوهر وتمسكوا بالقشور أو بالقضايا الشكلية وبالتالي يعني صار في صدمة حضارية بين ما نعيشه كواقع كأمة عربية وإسلامية وبين ما يعيشه الغرب أو ما يعيشه ما يعيشه الاتحاد سوفيتي كشكل من الأشكال الديمقراطية اليسارية أو الشيوعية وبالتالي هذا الأمر أحد الصدمة عند الشباب أعتقد أن هذه الفترة هي أكثر الفترات مواتية لعودة الشباب إلى موضوع الوعي السياسي ممكن هذا السبب يكون ما أعرف إذا متوفقنا بتراجع الشباب بوعي سياسيا عدم موجود الأشخاص الذين يشرحون لهم السياسة ويشرحون لهم الموضوع السياسي بشكل صحيح غير تحيز يعني أنا مش متحيزة لحزم معين أو لفريق معين أو لشخص معين ما عنا الأشخاص الحيادين اللي منقلوها خصوصا بالجامعات يعني إحنا بنشوف بالجامعات هيئة شباب كلنا أردن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وأنا كنت أحد الأشخاص الأعضاء فيها بالجامع وأفتخر بعض الشيء ولكن تغيب هذا الأمر بالفترة اللي كنا ندرس فيها بالجامع يعني بهاي الفترة بتحيثهم أكثر أصبحت المؤسسات الوطنية تخدم ألواعي السياسي للشباب نعم هو الموضوع أختكتلي يعني بثالث أبعاد البعاد المحلي والبعاد القومي والبعاد الدولي هلأ لما نأخذ الموضوع البعاد المحلي يعني هيئة شباب كلنا أردن تقوم بجهود كبيرة الحقيقة والشباب اللي بيشتغلوا فيها يقوم بجهود كبيرة بس ركزوا على الشباب يعني الوعي الوعي اللي عندهم وعي باتجاه واحد يعني مثلا ما عطوهم وعي عالمي في موضوع يعني ركزوا على ولاء والانتماء وهذا الولاء والانتماء جانب من جوانب الوعي السياسي خلق المواطن الصالح جانب آخر من جوانب الوعي السياسي أنا كمان بدي واكب الشب اللي موجود بنيويورك واللي عنده وعي سياسي بدي واكب الشب اللي موجود بالصين واللي عنده وعي سياسي لأنه هل نحكي عن منظومة تعليمية تعلمية عالمية لأنه الآن صار العالم مكان مفتوح يعني أنت الآن قري صغيرة بالضبط يعني أنت الآن مش معزول عن العالم يعني أنت الشب الأردني اللي موجود بالجمعة الأردنية أو موجود في جمعة مؤتع أو بالحسين أو بالبيت هو غير معزول عن العالم وبالتالي هو يقارن بين ما هو موجود بالعمق السياسي في هاي الدول وبين ما هو موجود عنه هاي الشباب كل أردن يعني مطلوبنا تطور أدواتها باتجاه تفتح على العالم أكثر يصير عندها قدرة تنافسية بطرحها من خلال قضايا دولية وقضايا عربية وقومية عربية يعني المطلوب مش أنه نكون أحدين نأذرأ أو نركز على الولاء يعني الولاء والانتمع هارا جانب واحد وموجود في غريزية يعني غريزية موجود عنه وبالتالي أنت مطلوب تسقله وتنمي بس كمان بدك تعطي الشباب وعي آخر وعي عالمي وعي بالمنظومة الموجودة بالعالم بكافة الدول وعي بالجوانب القومية والوطنية واليسارية وكافة وعلى الشباب ثم بعد ذلك أن يختار يعني هو يوجه نفسه بحسب قناعاته هو بحسب قدرته وبحسب فهمه للأمور وبالتالي أنا أنت حكيت حضرتك عن موضوع ووجود الأشخاص اللي ممكن يقدموا هذا الوعي صحيح أن الأكاديميين الأردنيين من أفضل أكاديميين بالوطن العربي والدلال لذلك أن أغلب الجامعات العربية يعني تأخذ منهم والأكاديمي الأردني مطلوب الآن في موضوع السلطة السياسية عشان نحكي على هو ونحكي بريحية مطلوب من السلطة السياسية كمان أن لا تضيق على الأكاديميين في موضوع مثلا موضوع الوعي السياسي مطلوب حتى من مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ دورها أيضا داخل الجامعات في أنا بحكي عن الأحزاب وبحكي عن المنظمات أيضا ممكن دكتور صدوب الطرح من هذا الشخص يعني ممكن يترسل يكون هناك مراقبة أنت ما بتعرف أشخاص عن شعام يطرحوا المواضيع يكون أن رأي يختلف عن رأيك أن رأي زميلة ثلاثة ولكن يكون هناك حيادية بالطرح اسمحيل الأصل أن يكون الطالب محصن وليس مطلوب من الأكاديمي أن لا يطرح شيء خطأ يطرح ولكن يكون بشكل وعي فاهم بشكل أنه نعطي إيجابيات وسلبيات كل أمر إذا كنت الطالب وعي ومهما قال الأكاديمي مهما قال بلاقي طالبي ناقشه إذا كان وعي سياسيا عشانيك بقول أن الوعي السياسي عند الطالب هو الأساس يعني ممكن يتعرض لموجة من المعلومات موجة كبيرة من المعلومات لما يكون عنده وعي سياسي يقدر هو يفندها بقول لا هذا خلط هذا صح لهذه الفترة حاليا بالضبط أصبح الطالب يعرف ما إيش هو الصح وإيش هو صحيح الآن الفترة مواتية الآن الفترة الزمنية اللي بنعيشها إن شاء الله تكون مواتية وتحق نتائجها على الأرض دكتور المناهج تحس أن التربية الوطنية والعلوم العسكرية بالجامعات حتى بالمدارس تتغيب الوعي السياسي عن هذا الموضوع يعني إحنا درسنا وخلصنا ما كنا نشوف جانب سياسي بحث بهذا الموضوع نعم صحيح فممكن أن يكون هناك تعديلات على المناهج طبعا المنهج هو أحد روافد العملية التربوية والمنهج يعني بشقيا المنهج المكتوب والمنهج الشفوي أو المنهج الممارس على الأرض نعم الواقع أنه يعني بوجود يعني معالي بكتور عمر رزاز وفي حديث صار بينه وبينه أكثر مرة وأنا حضرت المحاضرات في جميع الشئون الدولية وأكثر مكان يعني هو يعي ما يدور وبالتالي هو يعني إحنا لما نكون عارفين شو الهدف اللي بدنا إياه من طالب عمره 18 سنة كثقف صحيح خلال 12 سنة من التدريس المخرجات اللي بدنا إياها إيش هي بدنا مواطن صالح بدنا مواطن واعي بدنا مواطن مثقف مواطن يتلقى تعليمات باتجاهين مواطن عنده قدرة التحليل والمنطق والطرح والفلسفة والآخرين وعي وزير التربية ومجلس التعليم مجلس التربية والتعليم للطالب اللي إحنا نوعية طالبنا إياه نعم بيخليهم يعقدوا المناهج وفق هذه الرؤية نعم وأنا بعرف الآن أنه في ورش عمل بتعقد يوميا في وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر بالمناهج نعم وخاصة زي ما تفضلت حضرتك الحديث عن منهاج التربية الوطنية يعني منهاج التربية الوطنية من أهم المناهج اللي بتخلق يعني فيه كثير طلاب بالصف التاسع والعاشر والهداش كمان بتلاقيهم بالنسبة لهم هاي عقدة التربية الوطنية ما بدي أدرسه صعب سرد معلومات على الواقع الطالب يعني بيقول لك ما بتفيدني بيقول لك والله مجلس النواب مجلس الأمة يتكون من شقين صحيح مجلس النواب ومجلس العيان مجلس العيان يشكل نصف على المجلس النواب بحكم مجلس النواب طيب على أرض الواقع يعني فيه مدارس كثيرة لا تزور مجلس النواب ولا حتى موضوع الثقافة البرلمانية أو اللمان الطلابي بحس مرات شي شكلي شكلي موجود بالمدرسة حتى ممكن أن تسكي يطلع الطلاب لأنه فيش مثلا تنافس بين الطلاب أنا مش معارفين للطلاب أن يكون هناك تنافسية شريفة بين الطلاب ممكن ممكن بس المقصود بالهدف العام لهذا الأمر انت دائما ننظر إلى الهدف الأسمع صحيح لأي قضية الهدف أن يكون هناك طالب يمارس العملية المقراطية ترشيحا وانتخابا ويكون عندك طالب عنده القدرة على النقاش الحوار الحديث إيصال المعلومة التلقي المعلومة وجود علاقة طيبة مع جمداؤه والتالي أنت تخلق جيل أنت تشتغل على جيل أنا عجب أن الجمعة الأردنية عملت منظومة جديدة لموضوع الثقافة الوطنية عملت شيء عملي وبرامج مطلوب من الطلاب أن يطبقوها على الأرض في خدمة مجتمع وأعتقد أن هذه التجربة تجربة ناجحة وأرفع القبعة احتراما لرئيس الجامعة الدكتور حزم الحافظة ومنظومة الذكات التي يشتغلوا معها ضمن هذا العمل وأعتقد أنها تجربة ناجحة إلى حد ما نعم الوقت داركنا الحديث معك لايومر الدكتور والكاتب الصحفي حسين العمو شكرا أن توجدك معنا شكرا لك وعلى قناتك وهذه الجميلة التي فعلا تأخذ مدى كثير بالشرع الأردني شكرا لك نختم معكم بمقولة حضرنا إياها زميلنا معاد كن حريصا وأنت تنصح فقد يصدقك البعض أتمنى لكم بقية نهار ممتع وإلى رقاء موسيقى موسيقى